صبحكم بالخير هلا اجا نبأ من برات Our System Soleil نبأ مهم كتير لذلك نجبرت اني اعملكن هالفيديو حتى انكن تشوفوا شو فيه بس بكن تسمحولي اني اعمل جواب جديد لسليمان توني فرنجي على مبارح اللي قولوا على التلفزيون وبتمنى كل واحد منكم يسمع كمان وقت اللي بتتعرض الى المؤامرة او كلمة المؤامرة على انه امريكا هكي فهمنا منك انه الولايات المتحدة الامريكية قائدة الى الى الوست هي الى الغرب هي ما خليت تطلع زعيمات بالثورات مش صحيح كلمة مش مش كتير ضقيق هالكلام هيدا كلام مبني على انسان جاهل مستوى العلمي بصيل وصقفته بسيطة هيدا واضحة مثل الشمس يعني رح وضح لك هي لا المعارضة السورية رح سمعك فيديو بعد هالفيديو مش هلا اليوم بيجوز يعملوا الليلة حتى يفرجيك انه المعارضة السورية لما كانت انا شوفهم اكتشفتهم ما ننهان وتعب تمي انه ولو يا عمي برموا بالجامعية برموا بمحال بتكن قائد قائد مهم للثورة هيدا ثورة يا جماعة الثورة صور مستواهة لعبة ولاد صغور لعبة ولاد صغور ميشيل مرهج وصفوح البرازي صورت الثورة عملي لعبة ولاد صغور يعني روح انتي وانا اللي بدي اسلم الحكم كأنه هيدا بيقدر ينجح الثورة ويعطيها لميشيل مرهج وبالاخر ميشيل مرهج شو بيجيب له اخبار عن الثورة ميشيل مرهج من وراء ظهر الزلمي بيعطيها للمخابرات السورية هيدا قول هاك وهيدا كين هاك يعني لعبة ولاد صغور بالفيديو بدك تسمع ولكن الخطأ الكبير تبع الغرب نعم نعم نحن اللبنانيين افهم من الغرب بالشأن العربي سيبك من كل حكي نحن اللبنانيين افهم بكتير من الغرض بالشأن العربي نعم بتطلع تيني مسيل على هالكلام رح أعطيك مسيل أنا البسيط من صغرتي أنا اتطلع فيه هيدا البسيط بي بريز ملحي اشرب من عشية كيس له الإضاءة واحد ما بدي يحكي القصة شو هي علوءات وكزا بتركها للتاريخ اللي عامله فضخل إريال شارون إلى بيروت بعقل أوروبي فهيم وشيل منظمة التحرير من بيروت مشكلنا شفنا مين بيقدر يشيل منظمة التحرير المصلحة مش الإعلامية من بيروت ما حدا قال له جيش كبير مثل الجيش الإسرائيلي اللبنانيين ما لقاينيهم لأنه كان النظام الإرهابي طبعا بات الأساد كسر شوكة اللبنانيين مناعني فكرة فأنا ما كان بدي بشير الجميع الرئي الجمهورية ولا مغطنع لأنه أنا عقلي بهيك الوضع مغطنع بإنسان على مستوى إيميل بيطار الله يرحمه الدكتور إيميل بيطار عن هالمستوى أنه يعمل رئي الجمهورية لبنان فأقول لهذا الشاب صاحبة بعرفه من الطفولة كيف هالقصة هيك كيف بتصير هيك طلع فيها قل لي سمع تجرع عملية على المارينز ببيروت يا دجلها العالم أوريجن بيصير يرقص مثل الأخوات هاي دي واحدة هي بتدلك أنه لأ الأمريكان ما عم بيبرموتي خلقوا الزعيمات هيدا مشكل علينا ومع أنه كانت مضروبة السفارة الأمريكية قبل ببيروت ما تنسي ما تنسي يا أبو طوني جرع عملية تفجير على مركز المخابرات الإسرائيلية بجنوب لبنان بين هليلين وين كان الغلاط الغلاط بالغرب وبالإسرائيليين مثل ما أنت عم تدهم أمريكا بأمريكا وبالإسرائيليين سقطوا نظام بيات الأساد حتى لو كانت بعض هالضربة لنظام العسكري تبع بيات الأساد ومع لشي تتدمر سوريا مثل ما أنا متدمره متدمرت هله إذا أنا بتحديك أمام هالشعب اللبناني اللي عم بيسمعها الفيديو إذا أمريكا حط ربع ليرة بلبنانتي بتقول ديفيد هيل ورشميل وكذا مش صحيح كلامك مش صحيح مش صحيح كلام مش صحيح مش ضائق بس الثورة السورية ما سمعت واضحة والد صغير جيبه قريب بيكتب اسمه بالعربة جيبه جيبه لك جيب إيه بقى بن خوتا اللي ما بيعرف يكتب اسمه بالعربة بيتحك عليك بس ما فيه يتحك على الأمريكي ويقول بيقول الله بيقول لك نزل أي سورة بدك تجيب له لقاله قائد نفس الشي السورة اللبنانية تبع 14 أودور تبع 17 تشرين 14 أودور بستن بيدي انتخبوا رئيس جمهورية خلقوا شرعية ساطيت ما عرفوا هم لو 17 تشرين هلا 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 بعد الشعب اللبناني انتوا بهالوضع متل ما قلت ل 17 تشرين بقول لكم شكلوا حكومي بالخارج بس يكون الملف هم ضيف مئة بالمئة نحن بأمريكا خمس ملايين لبناني من أصول لبنانية كل واحد يدفع 20 دولار بالشهر قدرين نعمله هالحكومي المؤلفي من 3 أربع خمسة فيهن يعيشوا على كيسنا منحول لن هالميل ليش لأننا منعرفون نضوف من الرويحين يشربوا كيس وسكة بالقوتيلات ومن الرويحين تايعهم لشغلات ما لها لزوم عندن قضية اسمها انقاذ لبنان 20 دولار على خمسة مليون داشة بيوصل لن كل شهر وبدن يكونوا نضوف مئة بالمئة بالمال بالمال الثورة السورية لا ما كانوا نضوف والوجهة أطلطهم أطلط الوجهة 14 أدور كمان والسلطة الشجعة للسلطة إذن لا هلا هالفيديو فهمتوا الشعب اللبناني بدك تنزل بالشارع حط العلم اللبناني على البلكون حط العلم اللبناني على سيارتك ما في أشي حطه على سيارتك العلم اللبناني لكني كيف نحطها والعلم الإسرائيلي لأنني بدي السلام بين إسرائيل وبين الدول العربية وبين لبنان لايكي لايكي ما بده شي بسيارتك بتحط العلم اللبناني بس وبتحط السلام بيس والحكومة هي بتشتغل شغلة هلا النبأ للأجيال الأجيال بالعالم في نبأ أنا كان إلي حظ إني ب23 سنة ب25 سنة بأمريكا كان في جوري 2 اكتشفت إنني بيشتغلوا بالنازل ف بحب أعرف فسألتون طيب ما في ناس بها الفضل خرجة اتنين نسوي وقعدين عم ناكلوا لأزمتنا على الغد وعزمتنا عدة مراتين نحكي بالفضل مرغم ما عندي ولاد انتو كلكن عنكن ولاد قلت لن قال لا عم نودي نحنا أجهزة برات السيستام سولي طبعنا وعن بنودي مساجيات بكل لغاوط مساجيات بببب معناته في ناس بروت السيستام صليه طبعا اليوم اكدوا على انه جايينا اصوات راديو من الفضل الخارجي تهانينا للاجيال الجديدة هيك بيصور عنكن انكن يلا الفضل هو المستقبل الارض ما بقى تحميل لي بتحميل ولادكن وليش كيف كانت جديتنا يقول هالكنزة جيتنا هالكنزة من خيه من اميركا الارض بدو جينا الماي والقمح والرز والسمن ووووووو من الفضل خارجي كيف بيقولوا لنا هي السيورة من اميركا اشترينا القمح من اميركا بدنا نقول اشترينا القمح من المريخ هاي السيورة من من الامور وهذا اللي جاي اهلا فيكم سليمين توني فرنجية التجي للبعد هيدا بتسمع بصوتك اخطوء السورة السورية واخطوء 14 اودور والسورة اللبنانية طبع 17-20 الطلاقين حتى انت تستفيد ايه محظين انت اخدتو هالمال مليارات الدولارات للشعب اللبناني اخدتوه لو انضرب سنة 82 نظام باتل اسد بعد من ضربت المارينز وسقط على الارض او حتى لما انضربت السفارة الامريكية ولما انضربوا كنا لازم نشترك امريكا كدولة مع دولة اسرائيل وننفذ عملية سقوط النظام بسوريا ووضع نظام بلبنان وبسوريا متين بايدنا مية بالمية نعم كانت خطأ كانت خطأ كبير هلا لا في كتير مثلي عم بيكتبوه مش انا واحدة كله عم بيوصول لانه بيجيوا وبوني وضحوا لنا هالشي ووضحوا لنا هالشي ووضحوا لنا هالشي وعم نوضيح انا عندي ستي بيشتغلوا لقالي وبيردوا معيش مني كله بيكتبوه والبيسجله والبيشيله والبيحط ويده كله كله بيوصول لانه عندي الايميلات طبعا القادة الامريكيين بالامن وبالسياسة وبالاختصاد طمم بالك ابدا اي شعب بدون حرية ممنوع قائد الا ما يكون اي واحد بده يشتغل بالسياسة اليوم طلع بشارة راعي اليوم طلع عن المشيال ليش بايده اللعبة ما هو عميل كل المسيحيين المرتبطين بتماني قدار هني عملاء كانوا للنظام الارهابي تبع بات الاسد وصوروا عند حزب الله كله نهلق معه جديد ميشيل عان واللي وجامعته وازليمه كله نموصفين واسهرته وابنته انتي بشارة راعي ما في لزوم لقالي ما في لزوم تطلع على عندهم ما في شي بايده كزاب بسه كل هالخبرة اللي خدناها بحياتنا السيك جاي يتعومه لميشيل عان يوديلك جبرون بيسئل اليوم عيب عيبوا لي بشارة راعي عيب كل الخطأ ببكركي ببكركي تغيير ببكركي بالاساس هذا المهم ما بيحبوا يسمعوا لمورني شغلي بتخصون موقف مورني صلوب بجراء الجمهورية استقيل لانه منه موظف ما فيه استقيل بيقطله وعائلته حزب الله هو منظم عسكرية دي سي دي قاطل يا مقطول ما فيه أم يرحمين عندون لذلك بده عمل عسكري عليهم متر ما صار ب82 على منظمة التحرير المصلحة في لبنان وقال لكله حكي كلام فاضي ملؤمة كترت علي كن بعتذير بعتذير كترت اخفروا لي ما بسط عشك كن كن الليلة أهلا فيكم